صلى مستشفى جامعة الملك عبد العزيز على الاعتماد الدولي الكندي الماسي من هيئة الاعتماد الكندية بعد أن تمكن من استفاء جميع المعايير العالمية للجودة والإجراءات المطلوبة الجودة والاعتماد محور أساسي من محاور الخطة الاستراتيجية للجامعة ونحن مواضون إن شاء الله في هذا الاتجاه للحصول على الاعتمادات الأكاديمية للبرامج الدراسية المتبقية وأيضا المستشفى الجامعي سوف يواصل الإنجاز لما فيه خدمة طلابنا وطالباتنا وأيضا أعضاء هيئة التدريس وأيضا المجتمع المحلي الذين يستفيدون من خدمات المستشفى الجامع قام وفد هيئة الاعتماد الكندي بزيارات متعددة لجميع مرافق المستشفى من مراكز الخدمات الحيوية وخدمات الإسعاف وبنوك ومختبرات الدم ومراكز العناية المركزة كل هذه الإجراءات مكنت المستشفى الجامعي من الحصول على التصنيف الماسي والتي حددت مدته الهيئة الكندية لثلاثة أعوام مقبلة بناء على ما حصلت عليه من اعتمادات عالمية على مستوى كندا والاعتماد الأمريكي الجي سي آي والجودة في رعاية صحية المقدمة وليست أي اعتماد بل أعلى درجات الاعتماد وهو الاعتماد الماسي أعتقد أن هذا يؤكد على جودة خريجي هذه الكلية وهذه المستشفى الذي تدربها الطالب والطالبة مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة هو مرفق حكومي يقدم خدماته بالمجان وحصوله على هذا التكريم هو في الواقع تكريم لكل المرافق الصحية في بلادنا الحبيبة لم يأتي هذا الاعتماد إلا بعد جهود متواصلة من كافة الأقسام الطبية بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز وهو حافز لتقديم المزيد من الخدمات الطبية اللائقة لكافة المرضى عبد الرحمن الزهراني الإخبارية جدة